بيتر بيرغ مربي سقور جاء من جنوب أفريقيا ليستقر في دولة الإمارات باعتبارها المكان الأنسب لمهنة تربية السقور ويعيش بيتر عادات الإماراتيين ويشاركهم لغة تعود إلى أزملة ضاربة في عمق التاريخ وما زالت تضج بالحية وهي لغة السقور الصحراء تاريخ لبداوة عربية وجمال ضربت بخفافها الرمالة لتنقل منططها بين الربوع الشاسعة وبعض منهم ليسوا منها يحيون عليها ويتشاطرون مع البدو تقاليدهم بل ويفتخرون بطرويضهم طيور السماء كبيتر بيرغ لم يتهيب بيتر بيرغ التحدي وقرر أن يكون له في الإمارات منطئ قدم وإن كان غير إماراتي لقد عشت هنا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2000 واخترت الإمارات كموقع احترافي لأن رديها الكثير لتقدمه من وجهة نظر السقاري إن الصيد بالسقور وما يمثله هنا في الشرق الأوسط في الإمارات أمر كبير حقا لذا أشعر أنني أستطيع تعلم الكثير وهناك الكثير لأكسبه من التواجد هنا أدخل بيتر على هذه العادة التاريخية تعديلات عصرية تمثلت بابتكار طائرة ذكية تحمل طرائد حيث شاء لها المطير أن تطير بل وتتتبع الطائر أينما سلم الأجنحة للسماء لتزود السقار بواسطة جهاز التتبع ببيانات الحالة الحيوية للطائر عبر شاشة الهاتف الذكي على مداري مسيرة مهنية هنا في الشرق الأوسط أتيحت لي أيضا فرصة أن أكون مبدعا للغاية وتمكنت من ابتكار وإنشاء أداة تدريب للسقور تسمى بريكوين وهي أداة تكيف تساعد على بناء العضلات والحصول على السقور صالحة وجاهزة للصيد وجاهزة للسباق يمكننا التأكد من أنها ستعود بأمام يولي بيتر طيوره أفضل عناية يتأكد من صلاحية ابتكاره التقنية للاستخدام طوال الوقت على هذا يمضي جل وقته جنوب أفريقي في أرض عربية يتكلم بلغة يفقهها أهل الأرض دون أن يعتمدوا فيها اللسن إنها لغة السقور التي تعد امتدادا لتاريخ أهل الإمارات وجوارها رؤية ربيع أبو حسن دبي